الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم أيها المسلمون والمسلمات في برنامجكم أعلمك كلمات أعلمك كلمات كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلمه صلى الله عليه وسلم أجل الكلمات علمه العقيدة الصافية الواضحة علمه كلمات تخط بماء الذهب ومن هذا المنطلق هذا البرنامج يخاطب الشباب يخاطب شباب الأمة الذين هم عبود أمة الإسلام وعنوان مستقبلها وبهم تقوى الأمة وترتقي وتنهض فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق شباب المسلمين وفتياتهم إلى ما يحب ويرضى وإلى ما فيه خير العباد والبلاد في هذا اللقاء الطيب المبارك نتكلم عن الشباب واحترام الكبير وهي مسألة في غاية الأهمية بمكان كبير السن ذو الشيبة المسلم له حق وأعطاه الله حق له حق في التقدم في الكلام ذو الشيبة المسلم له حق في المجلس ذو الشيبة المسلم له حق في التقدم في كثير من أمورنا فيا أيها الشاب الكريم اعرف للكبير حقه واعلم حق كبيرنا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا وفي رواية ولم يعرف حق كبيرنا فالكبير وذو الشيبة له حقه إذا كنت في مجلس أيها الشاب وجمعك رجال كبار في السن قدمه فليتكلم أولا فليقل أولا فليفعل أولا وهذا من إكرام زي الشيبة المسلم روى المسلم في صحيحه والبخاري تعليقا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم أني أتسوك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأردت أو فأعطيت السواك للأصغر فقيل لي كبر أي أعطيه للأكبر فأعطيته للأكبر منهما فعلم بهذا الحديث وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا في هذا الحديث أن نحترم الكبير احترام الكبير في كل المجالات في مواصلتنا إذا كان في مواصلة وفي مقعد واحد وأنت أيها الشاب ورجل كبير قدم الرجل الكبير إذا كان أحد الرجلين سيقف في المواصلة والثاني سيجلس أجلس كبير السن أعطيه حقه الذي أعطاه الله إياه كن حسن الأخلاق كن ذا مرؤة وإن مما يعني يبكي الإنسان ويزيده ألما أن نرى في بعض المواصلات في القطارات أو غيره الشاب يزاحم كل المزاحمة ليدخل المواصلة قبل الرجل الكبير أو المرأة فإذا جلس على الكرسي في المواصلة وبجواره رجل كبير السن واقف أو مرأة الغادي والرائح قد يعني قد يسيء إليها وهو يجلس ولا ولا اعتبار هذا الشاب لو علم قول رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس من من لم يرحم صغيرنا ومن لم يعرف شرف كبيرنا لا لا ما فعل ذلك لو علم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح من حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى وهذا في الصلاة حتى في الصلاة يقدم الكبير في الصف الأول يعني إذا رأينا أطفالا صغارا ثلاث سنوات وأربع سنوات ورجال كبار أيهم يقدم للصف الأول الكبار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم مهيشات الأسواق في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري وأيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما فهذا في الصلاة يقدم كبير السن بل في الكلام في الكلام إذا كنا في مجلس يقدم كبير السن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن حسمة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل إلى خيبر وهي يومئذ فتح فتفرق محيصة وعبد الله بن سهل فقضى محيصة شأنه ورجع إلى صاحبه وجده قتيلا يتشخحط في دمه يعني في ناس قتلوه فأتى محيصة وحويص أخوه ابن مسعود وعبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وذهبوا السلاسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبروه الخبر فأراد عبد الرحمن بن سهل وكان أحدث القوم أي أصغرهم سنا أراد أن يتكلم يبدأ بالكلام يا رسول الله المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر 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 الكبير هو الذي يتكلم كبر كبر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم محيص هو الذي يتكلم لأنه كان أكبر القوم فالسلاثة ذهبين يشتكوا في أمر معين الأحدث سنا والأصغر أراد أن يتكلم فقال النبي كبر 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 فهنا علم أن للكبير حقه وأن للكبير منزلته والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث في مقدمة صحيح مسلم وإن كان في الحديث كلام أنزلوا الناس منازلهم أنزلوا الناس منازلهم فاعلم حق الكبير أخي الكريم حتى ولو كنت أيها الشاب ذا منصب ودخل عليك رجل كبير ليقضي مصلحة من مصالحه اعرف حقه ليس لكونك صاحب منصب أو صاحب رئاسة أو صاحب كرسي وأنت مازلت شابا إذا دخل عليك الكبير فلا تنهره فلا تنهره ولا تعامله كأي معاملة بل أكرم نزله وأكرم مدخله إذ دخل عليك هذا كبير السن هذا كله من حسن الأخلاق الشباب وكله من المبوءة التي يجب أن يتحل بها المسلم إكرام ذي الشيبة المسلم إكرام الكبير وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للصحابة علمه للصحابة نعم في بعض المواطن يقدم يقدم الأعلم والأفقه ولو كان صغير السن لماذا؟ لأن الموطن يحتاج إلى الأفقه وليس إلى الأكبر سنا كالإمام في الصلاة من الذي يؤم القوم؟ الأكبر أو الأفقه والأقرأ لكتاب الله الأقرأ لكتاب الله فإن استووا في القراءة والعلم فيقدم الأكبر منهما روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا سواء فأكبرهم سنة فأكبرهم سنا لأن هذا المقام مقام الإمامة مقام الفتوى مقام السعود على البنبر مقام الدعوة يحتاج إلى الأقرأ والأعلم فهناك بعض المواطن قد يقدم فيها الأفقه وإن كان صغير السن كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس وكان شاباً يافعاً يدخله مع الشيخ بدر ومع أهل مشورة عمر حتى تكلم الشيخ بدر كيف يدخل أمير المؤمنين هذا الشاب حديث السن معنا فكان عمر يقدمه لفضل فضله الله علم ومشورة ورأي راجح فالأصل تقديم الكبير إلا في مواطن نحتاج فيه لتقديم الأقرأ ولتقديم الأعلم ولتقديم الأفقه وهكذا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وكان ابن ثمانية عشر عاماً على القوم وكان فيهم أوقر عمر والمهاجرين لماذا؟ في هذا الموطن علم النبي أنه خليق بها وحقيق بهذا الأمر فالأصل تقديم كبير السن إلا في المواطن التي تحتاج إلى كفاءات فذو الكفاءة أولى حتى من كبير السن فيا أيها الشباب راعوا لكبار السن حقهم وراعوا سنهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق وأن يرزقنا توقيراً واحترام ذي الشيبة المسلم ونسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته